محمد الشناوي بعد الإصابة اللي طبعاً كانت مؤخراً فيه لقاء فيتا كلوب واللي كانت سبب فيه خروجه ونزول علي لطفي اللي أنا بعتبره واحد من نجوم المباراة علي لطفي مش يعني مش بيشارك لفترات طويلة لكن لما بيشارك بيؤدي لعليم بيؤدي بأحسن ما يكون وبالتالي علي لطفي طبعاً واحد من الحراس المميزين جداً عشان كدائماً الأهلي بتعاقد مع المميزين الشناوي يخضع لفحص طبي تحت إشراف لجنة طبية وطبعاً بعد الإصابة اللي لاحقته علشان يتحدد مدى استعداده للقاء مدى استعداده للقاء النادي الأهلي أمام شبيبة الصورة هل هو قادر على المشاركة يوم السبت القادم ولا لا طبعاً الأهلي بيطالب شبيبة الصورة بتحديد موعد الوصول للقاهرة كابتن سرب الحفيز بدأ الاتصالات مع فريش شبيبة الصورة علشان يعرف موعد الوصول ومدى الاستعداد ويوفر ليهم كل يعني صوبوا للراحة وصوبوا للإقامة وصوبوا التدريبات وزي ما بقول حضراتكم الأهلي بتعامل دايماً مع كل الأندية بمبدأ واحد وهو مبدأ المعاملة بالمثل وأكتر كمان ودي حاجة محترمة جداً 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 الأهلي بيقدر كل المجهودات اللي بيقدمها الأندية العربية لما الأهلي بيكون موجود في اللقاءات الأفريقية في أي بلد سواء عربية أو سواء أفريقية وبالتالي يتم التنصيق الفترة القادمة علشان يعرف فريق شبيبة الصورة إمتى هيوصل ويتم توفير لي كل الصبل اللي هو طالبها